لحن يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة في جنوب اليمن كما أصيب مدنيون وجنود في غارات قالت سلطات اليمنية إنها شنتها على معقل لمتشددين في محافظة أبيان في هذه الأثناء يجري وزير الخارجية اليمنية أبو بكر القربي محادثات مع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين لبحث تطورات الوضع في بلاده وقد حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال عمر في ختام مهمته من انهيار الدولة وخطورة الوضع الأمني والمعيشي في اليمن مشيرا إلى أنه سيرفع تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي